تشارك مملكة البحرين بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من جميع الملوثات التي تؤثر سلبا على حياة الإنسان الصحية كما تحرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التقييرات المناخية ونتابع بكل اهتمام ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ نعمل على مساندتها والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كان وما زال من المحاور الرئيسية التي لطالما ركزت عليها خطابات حطرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في سبيل حماية البيئة من أي مخاطر أو ملوثات وزيادة الوعي المجتمعي والعالمي بأهمية الحفاظ على سلامة بيئة الإنسان وبغية الوصول إلى الأهداف المنشودة في ملف البيئة وضعت مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيلوجي في مقدمة أولوياتها وذلك بمتابعة حثيثة من قبل سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء فحرصت المملكة كل الحرص على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وإقرار القوانين والتشريعات وإنشاء المؤسسات والأجهزة الرسمية الضامنة لحماية البيئة واستدامة العملية التنموية وتمكن المجلس الأعلى للبيئة منذ إنشائه وتنظيمه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم من تنسيق الجهود الوطنية في توفير بيئة آمينة ومستدامة واطلاعه باقتراح الخطط والسياسة العامة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الموارد وتنميتها وتأتي مشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بيوم البيئة العالمي هذا العام تحت شعار حلول للتلوث البلاستيكي إمانا من المملكة بأهمية الحد من التلوث البلاستيكي وهذا ما عملت الجهات المعنية على ترسيخه من خلال قرار حضر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية والذي يأتي ضمن جهود مملكة البحرين لتحقيق العيش الآمن والسليم لسكان المعمورة كافة